المسيح ثم يكمل المسيح قائلا أنا هو الحق واو نسمعنا شرح بسيط عن الحق وهذا موضوع كبير جدا ولسيما في انجيل يحنى اللي بيظهر المقارنة بين النور وبين الظلمة بين الحق والضلال بين العبادة بالروح والحق وبين العبادة التقسية الشكلية العبادة النافلة والتقوس والتقاليد البالية بيعمل مقارنة بين الحياة وبين الموت اللي بيحب الحق بيتبع الحق واللي يريد الحق ويبحث عن الحق لابد ان يصل الى الحق فما رأيك سكراط وافلاطون كانوا بيبحثوا وكتبوا عن الحق وكل اللي قدروا يصلوله هو الخيال وفي العهد القديم بيتكلم عن الحق لكن كان صعب الانسان يستوعب هذا الحق بدون الاعلان اعلان العهد الجديد من خلال شخص المسيح يسوع تصور والمسيح امام بيلاطوس يحاكم سأل بيلاطوس ما هو الحق فبعدين على طول داروا الجوال للناس لست أجد أعلى يعني وقف أمام الحق المجسم المتجسد في يسوع المسيح الكلمة العبرية اميت اللي هي بتتكلم عن حق مطلق وترجمة طبعا في اليوناني آليثية هي نفس الكلمة لما بدك تتيجي للحق وبتبحث عن الحق وبتحاول تختبر الحق لابد أن تصطدم بيسوع المسيح كل من يبحث عن الحق صدقني لابد أن تنتهي البحث والمسيرة أنك تكتشف يسوع المسيح اشتركوا في القناة